السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين كرام زوار مواقع المهاجر نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال كما عودناكم دائما معكم سوفيا المرزوقي من قناتكم وقناة المهاجر بآخر الأخبار وآخر المستجدات ومرحبا بالجامعة دعونا بركة الله أهم العناوين دي الأخبار اللي اختارين للمتابعين اليوم أولوها سنبدأوا بالانقلاب دي القابون على ما يبدو أن الاتحاد الأوروبي ليس ضد الانقلاب صريح حصري المسؤول على الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل كي أكد عدة أمور نعرف باقي التفاصيل على الأمر هذا ونشرحوه كما يجب أما في الخبر الموالي فقد نتحدثوه على الجزائر وعلى الجيش الجزائري اللي يطلق الرصاص على مواطنين مغاربة في الحدود مع المملكة المغربية تحديدا في منطقة السعيدية نعرف باقي التفاصيل على الأمر هذا ونشرحو لكم الخبز ديال هاد النظام العسكري الجزائري لأن المغرب طاح في نفس الموقف وما استعملش الرصاص مع الشعب الجزائري أما في الخبر الموالي فقد نتحدثوه على فرنسا هاد المرة هاد اللي كتلقى تحذيرات أممية من بعد ما تقوم به مؤخرا أما في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى عكس ما كتقوم به فرنسا نيويورك كتسمح برفع الأذان ديال صلاة الجمعة وكذلك في رمضان رفع أذان صلاة المغرب أنعرفوا باقي التفاصيل على هذا الأمر هذا ونختموا به الفيديو ديالنا على ما يبدو أن الاتحاد الأوروبي له رأي آخر في الإنقلاب ديالقابون عكس الأمر في النيجر علاش هذا التعامل هذا علاش في النيجر كل شيء يرفض الإنقلاب كل شيء يهدد بإنزال وإسقاط عقوبات على النيجر تدخلات عسكرية عدة أمور لكن بعكس القابون القابون على ما يبدو أن فرنسا كذلك لم تحرك أي ساكن والأمور فيها ردة فعل معاكسة لما حصل في النيجر أشو وقع بالضبط وش هي خذعة وش هي خطة شنو وقع بالضبط في القابون في القابون يعني هناك ترقب لخطوات قادات الإنقلاب وأوروبا ترفض مقارنته مقارنته بالنيجر علاش أوروبا رفدات هالتعامل يكون انقلاب انقلاب أنا عارفه باقي التفاصيل تتجه الأنظار إلى القابون ترقبا للخطوات التالية التي سيتخذها قادة الإنقلاب بعد الإطاحة بالرئيس علي بونجو أمس الأربعاء وسط تنديد أفريقي وغربي في حين قال الاتحاد الأوروبي إنه لا خطة في الوقت الراهن لإجلاء رعاية الاتحاد الأوروبي منطمئن ومخلي الإنقلابيين وما غديش يجلل رعاية دياله وكيقول بأنه ما كنش المشكيل في القابون وخص الإنقلاب يكون كأنه كئيد الإنقلاب في القابون وشدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أنه لا ينبغي لنا مقارنة الإنقلاب العسكري في القابون بإنقلاب النيجر مشيرا إلى أن العسكريين في ليبروفيل تدخلوا بعد أن سرقت الانتخابات قال بوريل في تصريحات اليوم الخميس بمدينة طوليطلة في إسبانيا إن الإنقلابات العسكرية ليست الحل بالطبع لكن يجب أن لا ننسى أنه في القابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات ورأى أن تظوير الانتخابات يعد انقلابا مؤسساتيا وفق تعبيره وصرح بأن الدبلوماسيين الأوروبيين يعملون من أجل توسط في حل الأزمة بالقابون وأنه ليس هناك خطط لإجلاء مواطنيهم كما حدث في النيجر عقب انقلاب 29 يليوز الماضي الذي أطاح بالرئيس محمد بازو وجاءت صريحات بوريل قبل اجتماع لوزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي في طوليطيلا من المقرر أن يناقش سبل مساعدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في التعامل مع انقلاب النيجر وذكر بوريل أن الرئيس النيجيري أحمد بولا أحمد تينوبو الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة إكواس سيحضر اجتماع طوليطيلا وكذلك وزير الخارجية في حكومة النيجر المدنية المعزولة وأدان الاتحاد الأفريقي انقلاب القابون بينما حذرت نيجيريا من عدوى الاستبداد عقب الاحداث المماثلة في النيجر ومالي وطلبت المجموعة الاقتصادي لدول وسط إفريقيا إكواس اليوم الخميس بعوضة نظام الدستوري في ليفربول ونددت باستخدام القوة وسيلة لحل النزاعات السياسية والوصول إلى السلطة وقالت المجموعة إنها ستواصل مراقبة الوضع في القابون عن كثب في انتظار انعقاد جلسة استثنائية لقادة المجموعة للتحديد الخطوة المقبلة وناشدت إكواس الشعب القابوني أن يسلك نهج الحوار الوطني ويتخذ تدابير لازمة عنده وجهة نظر مغيرة مغيرة جدا على ما حصل في النيجر وكأن الرئيس علي بونجو يتخلى عنه الأوروبيون كأنهم يتخلوا عن الرئيس علي بونجو عكس محمد بازوم وكأن هذا الانقلاب هذا يعني أتى فعلا بمباركة غربية بمباركة أوروبية بمباركة أمريكية باش علي بونجو يحيد من الرئاسة في القابون وما كان نفس تصرف الذي قام به الاتحاد الأوروبي حتى فرنسا الحدود الساعة لم يلقى على الانقلاب في القابون فهنا كتبقى أسئلة متروحة بعكس الانقلاب محمد بازوم في النيجر كل شي ندد كل شي يستنكر مع أن كذلك في القابون المصالح الفرنسا تقدر تقاذى لو لا أن هناك ثقة في الانقلابيين ذي للقابون أنهم سيخدموا المصالح ذي للفرنسا يعني لو لا أن هناك ثقة يعني هنا صراحة الإخوان مششك كذيالي لأن الانقلاب هو لخدمة المصالح الفرنسية وليس ضد المصالح الفرنسية لأن الاتحاد الأوروبي ما يمكن شي تخلى على فرنسا وهو هدد ووضع عقوبات قاسية على النيجر النيجر اللي فعلا سيتهدد المصالح الفرنسية بحكم أن الانقلابيين يعني في النيجر رفعوا الأعلام ديالروسيا وهزو الشعارات ديالطرد فرنسا بعكس القابون القابون الانقلابيون ما خرجوش ومنددوش بفرنسا وما هزوش الأعلام ديالروسيا وما كينتش محاولة للطرد يعني الفرنسا من القابون بالعكس كينة مباركة فرنسية مباركة أوروبية وهو الاتحاد الأوروبي كيقول أن الأمر مغاير تماما مع أنه انقلاب في الأول وفي الآخر شنو الضمانات لعند الاتحاد الأوروبي لأن فعلا الانتخابات كانت مزورة ولا انتخابات مفبركة في 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 القابون وعلى النيجر فيها الديمقراطية النيجر فيها انتخابات عادلة اللي هي أغنى الدول في التروات في إفريقيا وأفقر الدول على المستوى الإفريقي على الأقل القابون القابون الاقتصاد ديالها أفضل بكثير من نيجر وخحت هي نهيب التروات لكن على الأقل المواطن القابوني المستوى المعيش دياله أفضل بكثير من نيجر ورغما عن ذلك هناك دعم للانقلاب في القابون ورفض الانقلاب في النيجر هنا كنشوفوا أن المصالح تتحدث وحتى يعني الصين والسنكرات للانقلاب ديال القابون يعني المصالح ديال الصين تضرب في القابون فهنا خلاوا الشك أن يكون هناك أمر ما للحفاظ على مصالح فرنسا في القابون ويكون الانقلاب يخدم المصالح الفرنسية أكثر مما هو ضدها وندوزوا الخبر الموالي متويني الكرام هناك نتحدثوا على الأمر اللي قام به الجيش الجزائري صراحة هناك دينبينوا كل الناس في العالم والناس في العرب كذلك اللي كيقولوا أن المغرب كي يعتدي على الجزائر أننا يعني ما كان حترموش الجزائر وهذا الأمور هذه كاملة فجي نشوفوا شكونوا هو الموعتدي الحقيقي فأمس يعني شابان مغربيان من الجالية المغربية يعني كانوا كي مارسوا الرياضة ديالهم جيتسكي في البحر طبعا للحال وانت في البحر ما ديش تعرف الحدود فين كينا الدراجة ديالهم ديال الجيتسكي ساقتهم لجهة الحدود الجزائرية بدون رحمة بدون سابق انظار بدون اعتراض كان الرصاص هو الأول غادي تحدث وغادي يصفي وينهي الحياة ديال مواطن مغربي من أصول مواطن فرنسي من أصول مغربية تحديدا من مدينة أحفير وهادي ماشي أول مرة كي وقعت شي هذا هنا نجي وغا نشرح لكم لكن الغريب في الأمر هو أن هذا الموضوع هذا اللي كان عن غير قصد يعني اختراق الحدود عن غير قصد والجيش الجزائري متأكد أنه عن غير قصد واستغل الفرصة باش ينهي الحياة ديال هات الشاب هذا بدون رحمة بدون شفاقة وعارف بأنه شاب مسلم مغربي غلط ومشات به دراجة دياله الجيتسكي لذيك المنطقة هديك كين شابان جزائريان اللي حاولوا اختراق الحدود عنوة منهم يعني عمدا منهم تعمدوا أنهم يختارقوا الحدود في منطقة بيل الجراف يعني في نفس المنطقة ديال السعيدية يعني نفس الجنود اللي كين ينتمك اللي ينهاءوا الحياة ديال هات الشابين هدو شافوا وحضروا وشافوا أن المغرب كان بإمكانه ينهي الحياة ديال الشابين كي كتشوفوا في الصورة هاي الصورة حاولوا يختارقوا الحدود ونفس الجنود اللي انهاءوا الحياة ديال هات المغاربة هدو يمكن هم اللي جاءوا باش دخلوا باش يرجعوا هات الشابين هدو والجنود المغاربة كذلك في ديال لحظة هديك وقفوا وحضروهم وقلوا لهم رجعوا لها الحدود بالكلمة الطيبة فالمغريف في ديال لحظة هديك كانت عنده الرخصة الكاملة والجنود المغاربة كانت عندهم الرخصة الكاملة باش ينهيوا الحياة ديالها تشاب بين هادو ومنهوهاش بالعكس حذروهم وكلولهم هاد المنطقة هدي را ما يمكن لكم شدخلوها وصيروا وراجعوا في حالكم نفس الامر كان يمكن الجزائر ديرو وعلما منها ان هادا خطأ غير معتمد هذا هو الفرق ان هاد شاب بين هادو بخطأ غير معتمد هنا قد نعرفوا الخبز ديال النظام العسكر كي يستغل الفرصة يعني اقل الفرص باش يخلق المشاكل وينشر الكراهية بين شعوب انا عارف بان بعض المرتزقة ديالهم غدي يخرجوا ده بيحتفلوا ان الجنود ديالنا قويين والرصاص على من قوي قوي على شاب يعني اعزل ما هازل السلاح لا تشي حاجة غلط بتجي تسكي دياله وتخلك للحدود لا هاد شي قوي هاد شي باش غدي تفتخروا هاد شي باش غدي تبينوا انفسكم افضل من العالم انكم عندكم الرصاص تلقتوا رصاص الغضر شاب بين انهيتوا الحياة ديال واحد شاب جاي يقضي عطلع في بلاده وجاي يتمتع بالصيف في بلاده انهيتوا الحياة دياله هاد تفتخروا بهذا الشي هذا سبحان الله العظيم كان اتكر الكلام ديال واحد صديق ديالي كان الاب دياله شارك في رحمه الله شارك في حرب الرمال شارك في حرب الرمال وكان كي يجيهم الاذن باش يضربوا يعني المدرعات الجزائرية بالمدفع وكانوا كي يقلبوا يعني المدفع ديالهم الجهة الاخرى باش ما يقتلوش النفس المسلمة شوف الكرم ديال المغاربة شوف الكرم ديال المغاربة والكرم ديال المغاربة ما محتاجينش اننا نشرحه لهم ها هو قدامهم جوش ديال الشباب حاولوا الاقتحام والمغرب والجيش المغربي الكريم ما دارش هاد التصرف الخبيث وكان بإمكانه وكانت عنده الرخصة وصير ذلك الساعة شكيل لأمم المتحدة ولا شكيل من ما بغيتي صير شكيل من ما بغيتي ذلك الساعة لا ما دارهاش وما اعتداش عليهم في حين الشباب المغربي ينزل عليها رصاص الغضر ديال الجزائر فهنا الحقيقة ديالكم بانت والكشفات امام العالم امام الشعوب العربية والعالم ككل انكم خبتاء والخبت كيجري لكم في الدم ديالكم فكنت مننا من المغاربة يبعدوا من هاد الخبت هذا داك الحدود هذي كعطيوها ماشي اتساع فوت اتساع لها بعدو من الخبت بعدو من الكراهية بعدو من الحقد بعدو من البغض بعدو من المرض هذا مرض فيروس بتلا نبيه الله في الحدود بعدو منه على قدر المستطاع والدليل ها هو قدامكم وماشي اول مرة وقعت شي هذا سابقا مع تمنيا ديال المغاربة وكتهم سبحان الله العظيم كينحاضروا من نفس المنطقة ديال مدينة احفير سابقا يعني كان متداول التهريب المائشي ما بين الجزائر والمغرب جزائر كدوزو ليسانس أنا معروف والمغرب كدوزو المواد الغذائية وكان تبادل تجاري ما بين المغاربة وما بين الجزائريين كنقولو في النوار ودك الوقت هذك الجيش الجزائري صفى الحياة ديال تمانية ديال المغاربة سابقا ودبها هي يعني هالأمور تعاد في نفس المنطقة ومع نفس الناس وسبحان الله العظيم المغرب اللي اعمروا اعتاد على الشعب الجزائري عمروا هذا شي جزائري وراك يقولها الملك في كل الخطبات دياله المغرب عمروا غاية هذه الشعب الجزائري لكن الجزائر متاحة انها تصفي اي مغربي جاه في الطريق وهذا خير دليل هذا خير دليل وسبحان الله العظيم دائما المغربي قلبهم كبير ومعمرنا قررنا ان نعتادوا اليهم ولا نأذيوهم مع ان الفرص كانت تكتاح قدام المغاربة انهم يديرون نفس الشي وندوزوا الخبر الموالي متابعنا الكرام ونغلنا نهضروا لتحذير أممي لفرنسا تحذير من الأمم المتحدة فطبيعة الحال كما عرفتوا تحددنا سابقا على هذا الأمر هذا فرنسا كتخرج الغلد ديالها والحقد ديالها والضرر ديالها اللي كتتضروا في إفريقيا كتخرجوا في المهاجرين المهاجرين اللي هما من أصول مسلمة بصفة عامة ففرنسا كما عرفتوا حذرات رسمية ارتداء العباءات في المدارس وهذه المرة هذه الأمم المتحدة كتحذر من هذه القرارات هذه وكترفضها كذلك فأصدرت وزارة التعليم الفرنسية قرار يقضي بحضر ارتداء الطالبات للعباءات داخل المؤسسات التعليمية الحكومية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل وحسب صحيفة بي بي سي نيوز فإن السلطات الفرنسية المعروفة بموقفها المتشدد من الرموز الدينية في المدارس الحكومية بررت قرار منع ارتداء العباءات لأنه ينتهك القوانين العلمانية علما أنها سبق ومنعت ارتداء غطاء الرأس في المدارس منذ عام 2004 وزير التعليم الفرنسي قابرييل أتال قال إن ارتداء العباءات ممنوع في المدارس حتى لا يتمكن أي أحد على التمييز بين أتباع الديانات المختلفة وانطلاقا من مظهرهم وفي رضوط الفعل قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هيرتادو إن المعاهير الدولية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة عدم فرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد بما فيها اختيار ملابس إلا تحت ظروف محدودة للغاية وقالت ماريا هيرتادو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المكتب علم بإعلان حضر ارتداء العباءات في المدارس في فرنسا إلا أنه لا يستطيع التعليق بشكل مفصل في الوقت الحالي لعدم موضوع الخطة المعلنة أو كيفية تطبيقها وأشارت المتحدثة إلى معايير الدولية لحقوق الإنسان التي لا تسمح بفرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد إلا في ظروف محدودة للغاية بما في تلك المرتبطة بالسلامة والنظام والصحة أو الأخلاقيات العامة وأضف أنه يتعين بموجب قانون الدولي لحقوق الإنسان أن تكون تدابير متخذة باسم النظام العام ملائمة وضرورية ومتناسبة وقالت إن تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب إدراك الحواجز التي تمنع النساء والفتيات من اتخاذ اختيارات حرة وتهيئة بيئة تدعم قراراتهن بما في ذلك اختيار الملبس وكان وزير التعليم الفرنسي جابريال أطال قد أعلن لأحد الماضي أنه سيحضر ارتداء العباءات في المدارس الفرنسية مشيرا إلى أن ارتداء هذا الزي الإسلامي يعد انتهاكا للقوانين العلمانية الصارمة المطبقة في مجال التعليم في البلاد وقال أطال عبر لقاء مع قناة TF1 الفرنسية إن ارتداء العباءة في المدرسة لن يكون ممكنا بعد الآن وشدد على سعيه لوضع قواعد واضحة على المستوى الوطني لاتباعها من قبل مديري المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء فرنسا اعتبارا من 14 تنبل المقبل وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن اليميل المتطرف مارس ضغوطا من أجل إصدار قرار الحضر الذي رأى فيه ليصار الفرنسي تعديا على الحريات المدنية وكانت فرنسا التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا قد حضرت ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية سنة 2004 وحسب ما جاء به ما جاءت به الصحيفة المذكورة فإن فرنسا عاشت أشهر من الجدل حول هذا الموضوع خاصة بعد انتشار ارتداء العباءات بين الطالبات في المدارس الحكومية الأمر الذي أثار انقساما في الأوسط السياسية والحقوقية هنا كنشوف أن فرنسا يعني كتحدى كل القيم الأممية القيم دي الحقوق الإنسان فرنسا التي تدعي احترام حقوق الإنسان كتحدى كل هذا النساد وكتفرض قيود على اللباس الحجاب وحيداته سنة 2004 دابعا دازت تفرض على النساء المغربيات المسلمات أعتدر تبرج دازت تفرض عليهم التبرج في المدارس فهنا طبعا الحال الأمم المتحدة عندها رأي آخر وهذا السيدة هذه التي تحدثت قالت أن الأمر لم يتضح بعد لكن عند اتضاح القانون ككل سيكون تدخل للأمم المتحدة لكن واش تخضع فرنسا للقرارات الأممية كما تطالب باقي الدول مثل إيران مثل عدة دول أنها تخضع القرارات الأمم المتحدة واحترام القوانين دي الأمم المتحدة لا مع أمرها تخضع بالعكس هي تفرض على الدول الأخرى أنها تسمع القرارات والتوصيات دي الأمم المتحدة لكن فرنسا لتحترم التوصيات دي الأمم المتحدة أمرها ما تحترمها فهنا قد نشوف الولايات المتحدة الأمريكية سبحان الله العظيم في الوقت التي تقوم بهذه الأمور فرنسا الولايات المتحدة وتحديدا نيويورك عندها رأي آخر في التسامح في احترام الديانات في التعايش في حقوق الإنسان وعطاء الدرس لفرنسا في هذا الأمر هذا نيويورك تسمح برفع آدان صلاة الجمعة وكذلك رفع آدان صلاة المغرب في رمضان الوقت اللي فرنسا كتتحضر كل الحريات دي المسلمين ها هي نيويورك كتعطيها درس في الأخلاق درس في احترام حقوق الإنسان في التعدد دي الديانات في قبول الآخر بكل الصفات دياله قبول الآخر اللي كي ساهم في النماء ديال الدولة ديالها قرر عمدة نيويورك إيريك أدامس أن يرفع آذان صلاة الجمعة وآذان صلاة المغرب خلال شهر رمضان عبر المكبرات الخارجية في مساجد المدينة وقال أدامس نقلا عن وكالة الأناظول في مؤتمر صحفي وبحضور مختلف الجمعيات والمؤسسات الإسلامية إن المسلمين أحرار في ممارسة شعائرهم الدينية في نيويورك وأضاف إيريك إن الإسلام عنصر مهم ضمن ثقافة نيويورك مثله مثل المسيحية واليهودية وكل الإذيان الأخرى مضيفا أنه سيمنح مسلمي نيويورك الاعتراف الذي يستحقونه وأنه فخور بقيامهم بذلك وزاد عمدة نيويورك أنه بصدد قضاء على البيروقراطية البيروقراطية التي قد دعمها فرنسا مرذفا القول إذا كنتم في أي مكان عبادة فلن تحتاجوا إلى تقديم طلب للحصول على إذن لرفع آذان صلاة الجمعة بصوت مرتفع وبموجب القرار الذي اتخذته البلدية سيتم رفع الآذان عبر المكبرات الخارجية في أوقات صلاة الجمعة بين الساعة الثانية عشر وعشرون ذقيقة بعد الزوال والواحدة والنصف وفي وقت الإفطار في رمضان شرط أن يظل عند مستوى معقول فصراحة فرق كبير فرق كبير ما بين دول الديمقراطية الحقيقية ما بين دول التي تحترم حقوق الإنسان بصراحة ما شي بالكذب ما شي بالنفاق ما شي بالزور ما شي نحترم حقوق الإنسان غير في الأمور اللي كتهمني أنا في الأمور العلمانية في الأمور الدنيوية أما نحترم حقوق الإنسان في أمور أخرى في شعائر ديال الديانات المختلفة لا فهذه ما شي حقوق الإنسان هناك نشوفه ديكتاتورية حقيقية في الدولة اللي فيها أغلب يعني الجالية المسلمة في الاتحاد الأوروبي هاتش هذا ما داروه حتى الدول اللي فيها أقليات مسلمة في الاتحاد الأوروبي ففرنسا اللي فيها أغلب المسلمين ديال الاتحاد الأوروبي كتقمع هاد الأغلبية ليست الأقلية هذه هي الأخبار دينا اليوم متابعين كرام أتمنى أن نلقاكم في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال نشكركم على الدعم ديالكم على الحضور ديالكم دائم معنا نشوفكم إن شاء الله فيديو أخر ومضوع أخر تكونوا دائما في أحسن الأحوال دون في رعاية الله والسلام عليكم